السلام عليكم يا اصدقاء. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد كالعادة على قناتكم جيمز بارك. في فيديو اليوم اصدقاء رسميا سوف نستلم الكوينز الخاص بنا ونقوم بشراء المناسب. سوف نقوم بشراء منتقاء وبعد ذلك سوف اقوم بتوزيع الحساب عليكم يا اصدقاء. المهم نقوم بالدخول الى الهذايا. يعني ما شاء الله لدي العديد من الهذايا في حسابي الاحتياطي الذي اقوم بشطويره لكم يا اصدقاء. انظروا يعني كم هذايا رهيب ونالك كوينز جي بي وبطاقات تدريب. يعني يعني هناك ذلك نقاط اي فوتبر والان معي مليون جي بي وسبعمائة كوينز. واقوم الان باستلام جميع الهذايا. اصبح معي الان تسعمائة وخمسون كوينز يا اصدقاء. المهم نقوم بالرجوع. بعد ذلك نقوم بالتوجه الى هنا. بعد ذلك سوف يدهر معنا الباكجات كما تشاهدون. نقوم بالضغط على الباكجات. وسوف يدهر معنا هناك الارجنتين والبرازيل. بصراحة يا اصدقاء. كنت افكر في شراء الباكجات الخاص بالارجنتين. لكن لا اعتقد ان الوقت سيك فيني لجمع الف وخمسمائة كوينز وشراء الباكج. لذلك يا اصدقاء سوف اقوم الان بشراء الباكج البرتغال الذي نصحتوني به يا اصدقاء يعني نقوم الان بالداب هنا. وهو الباكج البرتغال الذي سوف اقوم بشرائه بتسعمائة كوينز اصدقاء. انظر يعني فيه لاعبين صراحة اسطوريين. افضل باكج بتسعمائة كوينز هو باكج البرتغالي اصدقاء. يعني فيه لاعبين مختلفين من جميع المراكز. نقوم بالضغط عليه اوكي. بعد ذلك انا اوكي نقوم بالرجوع ثم نضغط هنا ثم نضغط تسع ومائة كوينز وشيرة. الان اصدقاء قمنا بالتعاقد مع فريق البرتغال او منتخب البرتغال. نقوم بالضغط على السلام اللاعبين ونظر لاستقاء جميع اللاعبين دفعة واحدة نقوم بالسلام. الان قمنا بشراء اللاعبين. والان نقوم بالرجوع الى الحساب الخاص بين هنا الى التشكيلة. ثم نقوم بالدخول الى التشكيلة هنا يا اصدقاء. نرى التشكيلة نقوم بتغييرها. اقوم يعني باضافة تشكيلة جديدة خاصة بمنتخب البورتغال. اوكي نقوم بكتابة هنا مثلا البرتغال. اوكي هنا. حسنا يا استقاء نضغط على حفظ. ونقوم بالدخول الى الخطة. بعد ذلك الصفحة اقوم بجلب منتخب البرتغال كاملا الى التشكيل. نقوم باضافة جواب كانت تصبح له هنا. بعد ذلك اقوم باضافة كريستيانو والاسحاربة. ثم ارى يعني برونو برناردو السيلفا في مكان ام اف. نقوم كذلك باضافة لعبين اخرين. المهم سوف اقوم اولا باضافة كل لاعب في مركز. بعد ذلك سوف اقوم بالتعديل على جميع اللاعبين يعني الذين هم ليسوا في مركزهم. المهم انني الان يجب علي ان اضع جميع اللاعبين يعني كل لاعب في مركز. اضع يعني قلوب الدفاع والحارس. والمهم سوف اضع على اللاعبين. هكذا اصبحت التشكيلة. المهم اصدقاء نقوم بتغيير الخطة يعني حتى اضع كل لاعب في المركز الخاص به. نقوم مثلا باللاعب بخطة اربعة ثلاثة ثلاثة نقوم بالبحث عن خطة اوكي نقوم بتغييرها اربعة ثلاثة ثلاثة. الآن اصدقاء هؤلاء هم اللاعبين كما تشاهدون. يعني كل لاعب اصبح تقريبا في مركزي يعني كل لاعب مناسب للمركز الخاص به. نقوم بتغيير جواو كنسيلو هنا اوكي الان اصدقاء اصبحت الخطة تقريبا جيدة. يعني كل لاعب تقريبا في مركزي الا بعض اللاعبين. لكن هذا اللاعب ينفع كقلب الدفاع كما تشاهدون. هذا اللاعب ينفع كس أم أف ويلعب كذلك كذلك يعني لا مشكلة. هنالك كذلك آآ برونو فرنانديس الذي يمكنه كذلك اللاعب كس أم أف وآ ام أف. كذلك لدينا برنادو سلفا الذي يلعب كس أم أف وآ ام أف. يعني حسب اختيارتكم الاستقعاء حتى اذا كنتم مثلا تريدون اللعب باتنان آ ام اف فيمكنكم الاعتماد على نقوم بالبحث عن خطة تلعب باتنان ام اف. مثلا هنا اصدقاء. اوكي كما تشاهدون تلعب باتنين ام اف. يعني اربعة في الدفاع وثلاثة في الهجوم. نقوم بالتعديل على اللاعبين. نرى اي لاعب. هذا اللعب يلعب يعني اذا كنت تحتاج الى لاعب فهذا اللاعب سوف يكون مفيد لك. لكن لا ارى انه جيد كذلك في مركز ال اصدقاء. المهم يمكنك الاعتماد على اي لاعب اخر في مركز ال اصدقاء. مثلا نقوم اعتماد على ساكف مركز ال اصدقاء. وتبقى الخطة هكذا اصدقاء. يعني اللاعبين محترمين يمكنك الاعتماد على هذا الباكت. ويبقى من بين افضل الباكتات الذي يمكنك شراءهم بتسعمائة كوينز. دعونا الان اصدقاء ان ننتقل الى تطوير اللاعبين. سوف ابدأ بلاعبية الهجوم ثم الدفاع ثم وسط الميدان والحارس اخر شيء. اذا كانت البطاقات كافية سوف اقوم بشراء يعني اه سوف اقوم بتطوير الحراس واللاعبين الاخرين في وسط الميدان. امهم نبدأ برأس الحرباء كريستيانو رونالدو. يمكنني تدريبه حتى الليفل التامن عشر. اقوم باضافة بعض البطاقات من هنا. ثم بطاقات من هنا دية بطاقات كثيرة. اقوم باضافة يعني هنا اتركه في الليفل اه السابع عشر نرى اذا كان سيصل الى الليفل السبع عشر تبقى بطاقة واحد. اوكي. الليفل السابع عشر بنسبة لكريستيانو رونالدو. بصراحة الان لا اعرف اذا كان علي ان اقوم بتطوير اللاعبين او emitركلكم التدريب. بما ان هذا الحساب هو خاص لكم. لا اعرف اذا كان يجب عليه يعني ان اطور لكم اللاعبين او اترك يعني الفائز. بالحساب هو الذي يطور اللاعبين كيفما يشاء. اصدقائها لذلك قررت ان اتراجع وأترك يعني اللاعبين بدون تطوير ولا ان اقوم بتطوير هنا. يعني يمكنني فقط اضافة بعض اللاعبين اعني اقوم باضافة لكل لعاب هنا في بطاقات التدريب. اقوم بتدريب يعني بعض اللاعبين يعني ارفع المستوى الخاص بهم. كثيرا تجوى ما نصل لهون. واقوم كذلك بيرفع مثلا رفايل الياو. اقوم كذلك باضافة بعض البطاقات لها من هنا. اوكي نقوم باضافة البطاقات لما بعد البطاقات. اصدقاء. كثيرا سوف اقوم بشرح طريقة الحصول على الكثير من البطاقات بقيمة عشرة آلاف أصدقاء بقيمة عشرة آلاف سوف أقوم بهذا الشرح قريباً يا أصدقاء انتظروه نقوم مثلاً برفع برناردو سيرفا كذلك للمستوى الخاص به لكن هل أقوم بتطوير المهارات الشخصية لأي لاعب أصدقاء سوف أترك لكم أنتم هذه المسألة يعني الفائز بالحساب هو الذي سوف يقوم بتطوير اللاعبين كيفما يشاءنا نقوم بهذه العملية أصدقاء المهم أعتقد أن هذا العدد كافي من اللاعبين والآن أصدقاء سوف نقوم بالرجوع ونقوم بتجربة باكج البرتغال في مباراة حتى نرى المستوى لهذا المنتخب نقوم بالدخول هنا أصدقاء هناك العديد من اللحظات كما تشاهدون أنا حالياً هذا الحدث لم أنتهي منه المهمة هذه هي التشكيل كما تشاهدون يعني كما قلت لكم هنا أقوم بتطوير اللاعبين والأي شيء أنا أصدقاء سوف أقوم بالدخول إلى مباراة وتجربة المنتخب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فانتهت المباراة وكانت هذه التشكيلة لكن كنت ألعب بستايل في داخل المباراة تأكدت أن باكج البرتغال لا ينفع مع كذلك مع الخطة التي لعبت بها أنا فهذا لا يجدين في أنا أصدقاء بالنسبة للأشخاص الذين يريدون اللعب باكج البرتغال فانصحهم بالاعتماد على أو كونتر أو يعني هذين أفضل استايل الأصدقاء يعني أن تلعب على العرضيات أو يعني تلعب هجمات مرتدة سريعة وأنا الآن سوف أقوم بالدخول في مباراة ثانية وسوف أقوم كذلك بتغيير الخطة مثلا أقوم بالاعتماد على خطة تلعب مثلا بمهاجمين هنا أربعة ثلاثة واحد سوف أعتمد على هذه الخطة أصدقاء وسوف أقوم الآن بالدخول إلى مباراة أصدقاء وسوف أعتمد على السايل هجمات المرتدة السريعة وأجرب هل سوف يتغير اللعب أم لا لأن السايل الاستحواذ لم يكن جيد معي بتاتا مع باكج البرتغال وكذلك مع الخطة التي لعبت بها ترجمة نانسي قنقر انتهيت من الحالة الآن أصدقاء وحصلت على صفقة فرصة نقوم أولا باستلامة لهذه والآن أصدقاء نذهب ونقوم بفتح هذه الصفقة فرصة المجانية وأرى اللاعب الذي سوف أحصل عليه المهمة هذه الباكجات نقوم بالتغط على باكج النجوم الأسباق بعد ذلك أصدقاء نقوم بالتغط على فري ثم فري مرة أخرى ثم ونرى اللاعب الذي سوف أحصل عليه نتمنى أن يكون لاعب قوي ومفيد لنا في تشكيل أصدقاء يمكنكم إضافة هذا اللعب الذي سوف أحصل عليه الآنก إذا كانت قوي تضيفونه إلى بكج البرتغال ويعني إذا كانت لعب ضعيف تلعبونا ب بكج البرتغال المهم لاعب خمس نجوم نرى اللعب الذي سوف أحصل عليه أتمنى أن يكون لاعب مفيد لكم في التشكيل يعني اللعب tenemos يعني لاعب قوي سوف يكون مفيد لكم إن شاء الله في التشكيل يمكنكم الاعتماد عليه في الأور دبل وo اف نرى يعني المركز التي يلعب في هذا اللعب يلعب في المركز يلعب كذلك كمهاجم تاني يلعب كالام اف ويعاب يعني اللاعب ما شاء الله يمكن لكم الاعتماد عليه ضمن اه البرتغال يعني تقومون باضافة هذا اللاعب مع البرتغال. المهم اصدقاء. فكما شاهدتم اولا فبعد تغيير الخطة اصبح الخاص بمتخب البرتغال قوي وفست بنتيجة كبيرة يعني افضل يمكن لكم الاعتماد عليه هو الهزمات المرتبة السريعة مع باكج البرتغال وتلعب بهذه الخطة اربعة ثلاثة واحد اثنين. المهم اصدقاء بعد ان قمنا بتعاقد مع لاعب نصفقات فرصة وشرح باكج البرتغال وشرائيه وكل الخطط وكل شيء. فكيف تشارك للحصول على هذا الحساب المجاني. كل ما عليك هو متابعة على الانستغرام الضار امامك في الشاشة. وشارك تعليق باسم حسابك على الانستغرام. هم بشارك تعليق خاص باسم حسابك على الانستغرام اسفل هذا الفيديو. تقوم الان بالنزول الى التعليقات اسفل هذا الفيديو. وتشارك اسم حسابك على الانستغرام. تقوم بمتابعتي حتى اقوم بعمل القرعة واذا فست بالحساب اتواصل معك على حسابك على الانستغرام الاصدقاء. المهم هذه شروط بسيطة. تقوم بترك اسم حسابك على الانستغرام في تعليق وتقوم بمتابعة على الانستغرام الضار الان امامك في الشاشة. يعني اه شروط بسيطة اصدقاء تقومون بها للدخول في الساحل. الى هن الان ينتهي فيديو اليوم اصدقاء اتمنى ان اعجبكم هذا الفيديو كذلك لا تنسوا المشاركة في الساحل بكتابة اسمكم على الانستغرام في تعليق اسفل هذا الفيديو ومتابعة على الانستغرام كذلك لا تنسوا دعمي بالزر يا اصدقاء. نرجو منكم الدعم بالزر لايك والاشتراك في قناة كذلك هو امر مهم للدخول في الساحل ثم تفعيل زر الى اجراء لتستوصل بجميع الفيديوهات الجديدة والفيديو الخاص بالاعلان عن الفائز يا اصدقاء. كذلك لا تنسوا التعليق محفز لنا. وهي الى هنا. ينتظر اليوم اصدقاء. اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. ودعا.